ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي هيفضل حريص على انه سوابته القيمية والاخلاقية تكون على هذا القدر من الوضوح والاحترام لكل ولاده والكل منتسبيه وهذا التقدير الكبير جدا لحق جماهير الالف انها تعرف باستمرار الحقائق عشان كده كان هناك كلام كثير ببعضمة لسانه اول الدفعة ساعت طيب بطولة الدوري بطولة مهمة بطولة الدوري اهم بطولة بينظمها الاتحاد المصري لغاية لما اداها لربطة الاندية المحترفة لما الاهلي كان بيفوز بيها كانت بتوصف من قبل البعض بان هي البطولة الاضعف وانه فقدت التنفسية وانه الفيفا قال ان هي اضعف بطولة بعد منها مفيش الا جيبوتي ومزنبيق وكلام كتير جدا في التهكم على قيمة الدوري لما الاهلي كان بيفوز بيه نهاردة الزمانك بيفوز بيه بنقول لكم ان دي بطولة مهمة بطولة الدوري بطولة مهمة جدا التنفس فيها طويل كرة المصرية تستاهل وتستحق ان يكون عندها مسابق اقوى وافضل تنظيما من كده بكتير والاسباب كتير قوي حتى والاهلي بيفقد اللقب بيفقدوا للموسم التاني على التوالي لاخطاء منه لاجهاد منه والظلم تحكيمي واضح جدا لكن ما يتعرض ده النادي الاهلي يا جماعة من ظروف وتحميل شديد عليها مش وليد اللحظة وزي ما المهندس عادلي قال تبدو الخطة ممنهجة وممنهجة يعني هناك منهج يدرها الكلام مش اعتباطي ولا عشوائي فيه شغل ممنهج بيقود من من خلال زوايا معينة عشان يوصل للنقطة اللي هي الحقيقة احنا كنا اخدنا على عاتقنا مسئولية ان احنا نشاور على اللي بيحصل من بدر قوي وسوابت مالك وكتابه وقلنا لكم مش هنخون امانة الاهلي بوضوح شديد جدا ومن اول حلقة احنا بنكلم النهاردة في 774 حلقة من اول حلقة قلنا لكم المهمة عندنا النادي الاهلي حقه صورته وقيمته فيما يخصنا بنفاوت اي حاجة تخصنا احنا خلاص لكن ما يتعلق بالنادي وحقوقه مش لمجلس ادارته ولا ادارته وشفتوا اكم اختلاف حصل لنا من قبل البرنامج مع سياسات معينة او مع قرارات معينة واقربها في مجلس الادارة المهندس محمود طاهر ابان ازمة لقاحة النظام الاساسي وكنا شايفين ان في حاجة خطأ والحمد لله الناس شايفة ان المعركة اللي خدناها دي كان ينبغي ان نخدها حفاظا عن نادي الاهلي وشفتوا انه في النهاية كانت الامر في تسهيل بيع النادي الاهلي من خلال رجال الاعمال واحنا وقفنا وقلنا البند ده محتاج يتحكم شوية لصالح النادي وجمعيته العمومية وحفاظا على حقه وكان المسألة واضحة جدا واعتقد الكابت الخطيب في المؤتمر الاخير قال لكم بمنتهى الوضوح الاهلي مش للبيع الاهلي كيان وقيمة ملك الجماهيره والاعضائه كلام مش وليد اللحظة عشان افكركم تقريبا في 2016 ان لم تخن الزاكرة الزميل ابراهيم فاي كان استضاف المؤنس عادل القيعي والعبد لله في دي ام سي والرجل سأل سؤال انتو لو دلوقت هتطلعوا في حلقة في ملك وكتابة هتتكلموا عن ايه قدوا بالكم الكلام ده تقريبا من سبع سنين نفكركم النهاردة النهاردة اللي هو النهاردة اللي هو الارتجاه اللي هو على الهوى الأستاذ ابراهيم منيسي مؤنس عدلقا كنت تتكلموا فأني قضية انا اعتقد القضية اللي فرضى نفسها من بداية الدوري لماذا كل هذا الحرص على تصدير الغضب لجمهور الاهلي بمعنى ايه؟ بمعنى هل هناك خلاف على اتساع القاعدة الجماهرية للنادي الاهلي؟ خلص النادي الاهلي الاحصائيات البسيطة جدا تصنفه واحد من اكثر انديت العالم شعبية وجماهرية فبالتالي مفيش معنى منطقي ابدا ان تضغط على الاغلبية ثانيا ما تديش الاهلي اكثر من حقه بس الله تبخص له حقا يعني خليك دائما ابدا حريص كالتحاد كورة كوزارة رياضة كالتحادات رياضية كنقد كبرامج فضائية بلاش تضغط على مشاعر الجماهير واحاسيسها يا اخي الحكام بيغلطوا بيغلط لصالح الاهل وبيغلط لصالح الزمالك وبيغلط لصالح الاتحاد وبكرة هيغلط ضد الاهل وضد الزمالك وضد الاتحاد يعني المسألة مدومنا ارتضينا انه الاصل في المسألة اخطاء تحكيمية فلتكن على الجميع وللجميع لكن بلاش باستمرار تشكيك في بطولات الاهلي تشكيك في قيمة النادي الاهلي تشكيك في تاريخ النادي الاهلي ده كله بيصدر نوع من الضغط الشديد جدا على جماهير كلنا متفقين على انها الاغلبية فبالتالي مش من الصحة ابدا ولا من الموضوع ان انت تصدر رسائل سلبية مكثفة جدا لهذا القطاع اللي انت شايف انه فعلا من القطاع الاعام فانا اعتقد قضية الضغط على مشاعر جماهير النادي الاهلي ومحاولة باستمرار الاساءة الى تاريخ وقيم وثوابت النادي الاهلي كانت واحدة ضمن القضايا المهمة هو ده هو ده اه يعني انا لا يعنيني ان نتهاطر على نتيجة مباراة او الحكم انحز هنا وانحز هنا وده حيحدث وانا حاجة دي بتعجي بالجمهور برضو ما هو بتعجي بالجمهور ما هو ده اللي انا بقوله هل انت عايز سروح لعواطف الجماهير ولا لعقولها انا اخطر شيء انت عندك السموه ده اللي بدرجة دي عايز تسميه زي ما تسميه هو ده اللي في دماغي واعتقد ان ده اللي في دماغي وده اللي خلينا عارفين ان احنا بالضبط نظل على هذا التقارب الزهني ان فيه هدف واحد كلنا كل واحد فينا له طعمه المستقل لكن انا بقولك انا قضيتي قضيتي تاريخ النادي الاهلي اوعى تلعب في تاريخ النادي الاهلي فعدم موجود برنامج يدافع عن تاريخ النادي الاهلي ده شيء شديد الخطورة مش يدافع عن ماتشو نتيجة مباراة هو تاريخ بتزوره بشمانزي ايوه بتزور اما ليه هو انت فيه خلاف حتى لو بدت حقيقة بديهية لا تقبل الجادل لكن لو سكدت شوية الاجيال الجديدة مش ممكن نتيجة الالحاح وغيبة المعلومات تبتدي تناقش موضوع قضية القرن هي ليه بتطلع لك كل شيء بيطلع ليه عشان ما هم شايفين ان طب محد احنا خلاص طلعنا وجبنا الناس بتوع الاتحاد الافريقي وجبنا الوسائخ اللي بتقول كيف حسبت النقاط وجبنا ازاي مين اللي كان بعيد وقرب في ظل هذا النظام مه وقلنا تحليلات كتيرة جدا من من زمالكوية كانوا في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد المصري وبلسانهم وخلاص وبعدين هو ليه الناس اللي لها حق ما تروحش تجيبه طالما ما واضح كده وترفع عضية وتاخده ده يبقى تقصير إذا كنت متأكد من حقك وجاي تقول ما ترفع عضية وتاخد حقك بدأ ما نوعد نتكلم طيب تعلق على كلامك أعلق ما هو بص أمس واليوم وغدا هي قضية وغدا وغدا وتفاكر ان الموضوع بيخلص هنا كده هي مش مسألة دوري ولا اتنين مسألة تبتناقش حاجة ليه على العجب ومن شعبيته أكتر في مجال ما فيش فيه احتمالية دي لسفارة حكم ولا بتاع دي درسات وقيم تسوقية ولما الناس جات من برة حسبوها بدقة عشان يعرفوا وكانوا زمالكوية طب ناخد القالي ولا زمالك لا القصة لا بعيد وده احنا شفنا السيد محمد شبانة يتحدث عن الأهرام وينصف الكابتن حسن والناس بيقولك ولا يوم من أيامك كابتن كانت بيدفع جنيه يرجعوا أربعة من ورا النادي الأهلي ليه؟ هي دي قضية عادة تتناقش عادة تتناقش لما أكون عايزة قاوح أفضل أجذب 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 وألح وأضغط لحد ما اقنعت هو أنت أستاذ براهيم لو أنت نازم كده وقابلتني وبعد شوية قلتلك إيه؟ مالك النهاردة أستاذ براهيم تقول لي ليه؟ أنا حلو لا مش هاجبني كده أنت لونة مخطوف أنت نمت كويس مبارح أنا نم كويس مبارح طب قالت كويس فطرت في إيه عادلي أروح أنا بقى متفق مع اثنين ثلاثة بعادية أسيبك يقولوا لك نفس الكلاب هتطلب أجازة مرضية وتروح تنام هتقتنع نك عيات الإلحاح هو أنا في البرنامج بتاع مدام مونة الشازلي كانت بنسألني في معلومة مين أبو الكد في العالم وإطلاق الإشاعات ومش عارف مين اللي عمل أن الدعاية هي اللي تقدر تمر من خلالها ما يشبه الحقيقة حتى لو كانت كذب قلت لها جوبلز جوبلز ده فتح مدراسة تلاميزة هنا لا يشبه عم جوبلز ده بمراحل لأن الأليات الجديدة ما كانتش عامد جوبلز ده جوبلز لما موجود دلوقتي دول عمام جوبلز كان قلب الدنيا عمام جوبلز لا عمام جوبلز ده رسوله طيب كنا نتكلم مع إبراهيم فايق شوفه من سبع سنين هو ليه الضغط على الأهل كده برغم نجحاته الموجة تطلع كده وتروح ظاهرة مع مجلس الكابتن الخطيب كلام ده قبل مجلس الكابتن الخطيب في عصر الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي مجلس هذا مجلس الإدارة حقق بالضبط عشر بطولات في الخمس سنين دول عشر بطولات واثنين برونزية كاس العالم يعني إذا اعتبرتها بطولة وهي بطولة بالتأكيد أنت بتتكلم في 12 يحطوا في مصاف عندها كبيرة جدا عالميا ومع هذا أنت بتعمل أعلى ميزانية أنت بتدير أزمة في فترة جائحة كورونا إدارة اقتصادية شاهدة بيها القائمون على جائزة محمد بن راشد المكتوم وإدو النادي الآلي جائزة الإبداع الرياضي لمجلس إدارته ورئيسه محمود الخطيب على حسن إدارة أزمة الجائحة اقتصاديا إلى درجة أنت تنمي مواردك وتعظم مدخيلك وما تخصمش جنيه من أي عامل أو موظف أو لعب عندك بالعكس تصرف مكافآت تدي مكافآت وتحقق بطولات وتكمل منشآتك في كل الفروع الآلي مش بيتكلم في فرع واحد الآلي بيتكلم بيفتتح كل المنشآت تحدثها في الجزيرة ومدينة نص ويستكمل خطة الشيخ زايد محمد قريب يفتتح التجمع عشان ننزل لك حاجة من باطن حسن الطروادة برضو أول ما كابتن الخطيب يترشح وبدأت ملامح الاكتساح طلع لنا من يقول اللاعب الأسطورة بس مالوش في الإدارة مش عايزة منقشة اللي هي بتتنقش دلوقتي هو أسطورة وليس أسطورة على فكر وبياخدك واحدة واحدة مالوش في الإدارة اللي مالوش في الإدارة ده استلم النادي بميزانية عمالة ثلاث أضعاف استلم النادي بمشروع توسع وصلح جميع الفروع وعلى وشك افتتاح التجمع بعد مغير الأرض اللي كانت معيوبة ويذكر الفضل في التفكير في أرض التجمع لمجلس المهندس محمود طه صحية ساعة واشترا فأنت لما تروح أهل مدينة ناصر الناس مش مصدقة بالتطوير اللي حصل وفي متأه السعادة المنصفين برضو في تربستين ثلاثة هتلاقيهم هم هم برأي آخر اللي موجودين من زمان اللي بيروح يتقعد معاهم خلاص انت مش بتحبه فلا يعمل اللي انت عايز برضو ولا ما لناش دعو وحق لكن الاغلبية العظمة لا ده النادي الاهلي مش بس طور نفسه ده طور الحقي سحب الكتلة بتاعة الباركنج اللي حوالين النادي دخل ده النادي عشان يبقى فيه تخطيط وانسيابية ساعد اهداف الدولة ان هي المنطقة دي تحل المحاول حاجة معجزة واخد بالك صلاة مغطاة يعني شغل فنادق نفورات مواق صناعية يعني مستوى عالي اه هب او مراكز للمطاعم متنوعة الخدمة بقت هناك مختلفة والملاعب زادت والدنيا فل خلاص راح على الجزيرة الجزيرة المحكوم في اطار ديء جدا للمساح في المساح خطة ازالة المدرج محطوطة من التسعينات يعني في تطوير النادي وانا مدير النادي وقتها كان متاخد قرار مجلس ادارة باعتماد خطة لهدم المدرج القديم المدرج القديم بالورش بتاعته عشان نوسع ونده رئة للأعضاء ناخد النادي على حدوده ما يبقاش مباني 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 تروح النهاردة تتمشى جوه النادي قلبك ينشرح اي اخدنا الفريق الكورة وروحنا الناحى التانية تخش قوة الكورة تخش الجم مستوى عالمي قلبك ينشرح اه واخد بالك اي اه الصلاة المغطاة المراكز الخدمة للأعضاء الأطعمة والحاجات دي والخدمات المتنوعة كل حاجة موجودة تيجي عند الشيخ زايد ومازال العمل مستمع البوابات البوابات حاجة تفرح نقلة نوالية البوابات شوف الجزيرة عبال والخطوة جيها تبقى طبعا مؤكد الشيخ زايد اكتر من البوابة اي الخطوات التي قطعت في موضوع الاستاذ وانك عرفت خلاص حيتبني فين وخدت الموافقات المبدئية وجاري العمل لان ده مصروع العمر اي مش هيتلصق لازم بتعمل على اعلى مستوى عشان يبقى مش بس انت بتعمل منشأة لمصر او لنادي لمصر ومجال للاستثمار في مجالات الطب والناحية التجارية والناحية الإدارية والحاجات كتير جدا والأسواق هتبقى الحدة دي هتشوف فيها كده العلاع الصلاة الصلاة اللي اتعملت في الشيخ زايد تتفرج عليها تطوير حمامات السباحة في الشيخ زايد وفي الجزيرة وفي خطط أخرى مازالت قيدة لو الأهل بقى بياخد حقوقه المادية من الرعايات في التوقيتات السليمة كان زمان كل ده خلص اي لكن هو مش عارف ياخد حقوقه وبالمناسبة يبدو ان الوزارة مع الرابطة حيحطوا خطة ان يبقى فيه شراكة مش رعاية شراكة مع الرعاية الحاليين عشان اتحاد الكرة ياخد فلوس ياخد وضمنات ان زي الأندية تاخد حقوقه ماشي لو حتتعمل بانصاف اي ما يتوزعش على طريقة بطاقة التمويل كله عن ياخد حجم وياخد حقهم هناك الكثير في المشهد بيقول ان الراجل ده اللي انتو اتهمتوه بانه اللعيب كبير او بس مالوش الادارة مال مين اللي اللي هو في الادارة مش اللي يعمل كده الطفرة الانشائية والادارية والاقتصادية والاقتصادية والجوائز التي حصل عليها النادي الاهلي هي الاكثر في هذا المجلس ممم